السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري لبس عليكم انتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم سنشوفوا مع بعضيتنا اروح معسلة ممكن انكم توجدوا كتجي رائعة من خلط واحد او الا من عقدة واحدة ممكن اننا نصيبوا بروات ونصيبوا لسيجار بشكل مختلف يجيو لدادين يحمقوا المضاقية لهم ممتاز و يتحضروا في واحد الوقت قصير يعني اخواتي اللي بقى ما صيبت شي معسلة كننصحكم بتجربة هاد الوصفة هدي اللي فيها واحد لمسة مغربية بامتياز يعني واحد المضاق اللي هوية جد مميز خليكم معي اخواتي من الولداء الاخير نشوفوا مع بعضيتنا طريقة والمرحيل تحضير هاد المعسلة كيف قلت لكم من خلط واحد غد ينصيبوا جوج ديال الوصفات يعني جوج ديال شكيلات و كننخرجوا واحد الكيمياء اللي هي كبيرة معسلة من المعسلة رمضان يلي ما كنستغنالش عليها هما هاد السيجار او لا البريوات بالعقداء ديال الوز غدي نحتاجوا كيلو ديال الوز هنا عندي كيلو ديال الوز اللي كيكون مفصخ و كنخليه حتى غدي نشوف كنناخد واحد المنيدل و كننفرش فيه او لا كنفرش حتى كننشوف و غدي نضيف معه 400 جرام ديال سكر ساندة او سكر حبيبات يعني نص كيلو ديال عفوا كيلو ديال الوز كيمشي معه هي 500 جرام لكن انا كمغي نقص كيف شفتوا معي كمغي نقص واحد شوية غدي نضيف معه 1 ثلاثة او 4 حبات و غدي نديهم يطحنوا يعني على بره غدي نديهم لعند الناس اللي يطحنوا هاد الوز كباش بلا ما نضرب معه تماره و في نفس الوقت راك يعطيه واحد التعليكة بعد ما وجدته كيف قلت لكم هدي معسلة في الدقيقة 90 غدي نوجدوها في اخر مرحلة و غدي نعطيكم اهم النصائح باش ينجح معاكم هاد العقدة ديال الوز ان شاء الله توضفوها بزاف ديال الوصفات او لا الاقتراحات يعني من غير ان نصيبو هاد البريوات او لا السيجار غدي تشوفوا معايا عقدة ديال الوز من الولده الاخير ضفت معها واحد تقريبا نجوج معالخ كبار ديال الزبدة هنا كانوا عندي دايبين و ضفتهم وبنسبة اللوز كنصحكم اخواتي بانكم تخدموا باللوز يعني فيه واحد الماضق ممتاز ما كيكونش بعد مرات كنناخدو اللوز ما كيكون فيه تشي ماضق يعني كنقولو اللوز ديال الحلوة ولكن الى بغيتو الماضق ديال كي كنقولو الكعبة اللي غتتاكلوها و تاكلو الماضق ديال اللوز الحقيقي بريوة اللوز الحقيقي فيها ماشيناكها عليكم باللوز الريفي هادي بينا قوسين اخواتي و بالنسبة الاضافة اللي ضفت خديت واحد تقريبا مية وخمسين قرام او مية وخمسين قرام ديال اللوز من ذاكل كيلو اللي عندي خديته و قليته في الزيت و من بعد هرمشته او لدوزته في الهاشواخ باش هكا تكون عندنا العقدة فيها واحد الماضق ما بين اللوز اللي مفصخ و مطحون و ما بين واحد شوية ديال القرمشة و غادي ينضيفوا الماء الزهر هنا عندي المزهر المقطر على اليد يعني ماشي اللي كان شريو وبطبع الحالي لما توفرش لكم اكيد غادي نتخدموا بالنوعية اللي كان خدموا بها دائما اللي هي الزمزامي انا بالنسبة لي ما كان ديرش القرفة كان كتفي بالمداق ديال المسكة حرة و ماء الزهر صفيو كان بقى انا معك اخواتي في هاد العقدة ديال اللوز و انا كان نرش في ماء الزهر شوية بشوية كيف شفتوا معايا كيف قلت لكم كان بقى نرش في ماء الزهر شوية بشوية و انا كان عجن اللوز ديالنا يخرج لنا دهون او لا الزيت كان حاول اننا نبقى نرش شوية ديال ماء الزهر و انا كان معك او لا كان عرك في العقدة ديالي حتى ترجع تشرب هادك الزيوت لي كي ينق في اللوز و نصيحة اخواتي بالنسبة الاخوات اللوز و يطلق لهم الزيت و يحيروا و يطلق لهم الزيت صافي مبقيتش قادر نتحكم فيه ننصحكم انكم تديروا واحد جوج مع القديل الماء طايب يعني بحل غدين عمروا اتي و ترشوا بهم هادك اللوز ديالكم و من بعد كتبقوا تحركوا فيه حتى كتجمع لكم العقدة و كتحصلوا على هاد العقدة هدي اللي رائعة و اضفوها فاش مبغيتو حلوية اللوز بصفة عامة و كيف قلت لكم البريوات او لا السيجار مبغيتش اخواتي انني نوجد العقدة نجيبوا العقدة دياللوز و لو انني فيتلي اتقسمتها معكم يعني في فيديوهات سابقة بالنسبة الاخوات اللي عادت لتحقوا بالقناة تشوفوا المراحل من الولد تالاخير العقدة ديالنا كتجي على هاد الشكل متماسكة او متجان سعفا نشكلها كيف ما بغينا نشكلها حرابل يعني يلا بغينا نخدموا بها محنشات نشكلها كويرات يلا بغينا نصيبوا بها بريوات كي قلت لكم ممكن تكون في جميع حلويات اللوز بصفة عامة ما خاسهاش تكون مبرشة او لا مفرتة خاسها تكون متجانسة كنحط الأصبوع ديالي كنلقها ليينة دلكات اولات عقدة ناجحة مية في المية ولا كان عندنا كيف جديكم الماء الزهر المقطر على اليد كنوا متأكدين اخواتي غاد ينتخدوا اروع معسلة بنكهة مغربية المعسلات الحقيقية البلديين سوف نشكل مستطيلات بهاد الشكل هذا اللي سنخدمو به المعسلة الأولى كنحرب العقدة دياليوز بنيدية ومن بعد كنبدأ نعطيها هاد الشكل هذا حتى غد نوجد واحد الكمية باش هكما نبدأ ونخدمو يعني اللوز ما يكونش عندنا في الدينة ويقس لنا الورقة الورقة كتبقى صافية وكتبقى انقية فقط ما انا كنوجد واحد شوية حتى كنساليها وكنعود نغسلي الدينة ونعود ثاني نشكل كويرات لان اللوز يلا بقى لنا في الورقة على بره وبطبع الحل اراها كيتحرق وممكن يعطينا نتيجة اللي مزويناش هنا يا خليت العقدة ديال اللوز على جنب وخديت الورقة باش غد نقطعها الورقة دائما تكون جديدة وهنا يا خديت الحجم الكبير كيلو ديالعقدة دياللوز كيلو ديالعقدة دياللوز كاتمشي معاه كيلو ديالالورقة غد نقسمها على جوش ودائما كنغطي الورقة ديالي بلاستيك غدائي وغد نقسم ذاك النصف على جوش غد يعطينا جوش ديال المتلاتات وهذاك المتلاتة هو غد نقسمه على جوش الجوانب إذا كانوا عندنا ناشفين كنحاول أنني نحيدهم بهالطريقة هذي بالميقس شوفوا معي الورقة وغد نقسمه يعني كل المتلات غد نقسمه على جوش وغد نغطيه يعني الورقة ديالنا غد نديرها في بلاستيك غدائي باش ما كتنشفش لينا وهذاك النصف الاخير اللي بقالية هو اللي غد نقطع عفوان اسميطات المهم أنا خدامه وغد نشوف إلا احتجيت شي حاجر غد نوضفها كيف ما بغيت كنفك الورقة ديالي هذ المتلاتات صغيرين غد نفكوهم ودائما الجهة الحرشة هي اللي غد نحط فيها الحشوة والجهة الملسة هي اللي غد يتكون فوق من هاد يعني هاد الخشبة او الارضيات العمل او كيف نقولوه ارخامة اللي كنخدمه فوق منها كتكون عندي شوية ديال زيت نباتية على جنب كندهن بها الورقة وكنحطو واحد صبيعات من هادوك الاصابع دياليوس بهاد الطريقة هادي كنبسط اخواتي اركزوا معي كنبسطها ماشي كتبقى حربل طويل كنبسطها وكلف الفيديو شارح كل شي كنحط الحشوة او العقدة ديالنا في القاعدة وكنطوع لي هادوك الجنيبات ومن بعد كنبقى غدا وكلف اخر طرف كندير فيه شوية ديال دقيق مخلط مع الماء وكنجمعهم يعني هكا باش مكتحلش لينه في القلي ما تزيروش الورقة بزاف وفي نفس الوقت ما تخليوهاش مرخوفة كنستفهم على هاد الشكل لانهم خاصهم ينشفوا قبل الطياب ديالهم او للقلي ديالهم ضروري كنخليهم حتى غادين ينشفوا انا غدا يمقى غدا بنفس الطريقة حتى غدا ينسى للكمية اللي عندي كاملة ديال هاد الصبيعات او لهاد لسيجار هادو من هاد النوع واللي تبقى اللي غدا ينصيب به بروات نقطع سميطات بشكل طولي ونفس العقدة يعني غدا ينخدموا بها بروات صغورين وفي نفس الوقت غدا ينخدموا لسيجار كنحط واحد الكمية ديال العقدة في القياس اللي بغيتون انتوما ديال البروات بغيتوهم صغورين را كديروا كويرات صغورين وصميطاتهم هي كيكونوا القياس ديالهم صغير بغيتوهم كيكونوا متوسطين ونراكم كتكبروا صفي وكنبقى اللف على شكل متلت بالنسبة لهد البروات يعني الطريقة ديال اللف ديالهم فيتا اتقسمتها معاكم في فيديو ديال البروات ديال بكوكو بمضاق اللوز بأدق التفاصيل كيفاش كنتويو البروات غادي نحاول انني ما نسرعش بزيف كنحطو العقدة او الكويرا ديال اللوز في القاعدة وكنبقو غادي نملي من الليسر نركزو اخواتي ان العقدة شوفو كنبقى نسرحها او كان نقادها على القياس ديال 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 الورقة وما تكونش القنيتات عندنا بينا فيهم العقدة باش ما تخرش لنا في الزيت شوفوا معي داك الاصبوع وكنحاول انني نوزع العقدة ديال اللوز لانها كتكون يعني متجانسة ما كتكونش قصحة كيف ما بغينا نشكلها كنشكلها صافي ومن بعد كندوز نسد شوية ديال دقيق مخلط مع الماء وذوك القنيتات اللي كيكونوا عندي في القاعدة ديال داك المتلة الليبانولينا كنحاول انني نعمرهم شوية ديال دقيق مخلط مع الماء و لو بغيتوا بروات يكونوا مبون بيين بحل مخيدات ما عليكم إلا نديروا هاد الحركة هادي بحل هكا باش كي يجيوا على شكل مخيدات وهاديك الرويسة نديروا فيها شوية ديال دقيق مع الماء هكا كان منعو ان اللوز يخرج لنفلق لي بهاد طريقة اخواتي كنحاول انني نضغط عليها كنتأكدوا على ان كل شيء مشدود بالدقيق مع الماء وغادي نخليوا هاد البريوات حتى غادي نشفوا وليسيجار ديالنا هاو ميا بهد الشكل هادا اللي كي يجيوا بشكل مبسط كي يجيوا لدادين اخواتي صدقوني من اروع الوصفات او للمعسلات البلدية اللي ممكن انكم تدوقوا وضروري كي يكونوا حاضرين في المائدة الرمضانية وفي ايام الله العادية يعني في المناسبات غادي نكمل حتى غادي نسليم دوزو باش نقليوهم عندي حمام زيت اللي كي يكون ساخن وكن اكد حتى غادي نشفوا لينا هاد السيجار ومنين نحطوهم نحطوهم على الجيه اللي كتكون في هاد طويا باش هاكا غير كتقيس الزيت كي قيس هاد الورقة بحالكي كنقولو كتسوداء او لكتلحم وفي نفس الوقت عندي العسل على جنب اللي تقاسمت معاكم من قبل صيبناه مع بعضياتنا منين كي نشوف ان هاد السيجار بدو كي شدو ريوسهم صافي غادي نبدا نقلب فيهم ما كنخليمش حتى كي طيبو على الجيهة واحدة لانهم كي جيوا بحالكي كنقولو فيهم واحد الطبيعات او لكي جيوا بحالة في مواحد الكوية كي جيوا مكوين لا خاصنا يطيبو لنا واحد اولا يتقلاو ويكون عندهم واحد اللون اللي هو مواحد محمرين منين كي شدو راسهم صافي كنبدا ونقلبو فيهم بحالة كنقلبو في البريوات ومن بعد نشوفوا الورقة اراها تحمرت والنار بطبع الحال كتكون توسطة كننسوسوا منهم ذاك الزيت مزيان نسقطروا منهم ذاك الزيت اللي كيكون فيهم كنرميهم مباشرة في العسل بنفس الطريقة غاديين نضيف الكيمياء المتبقية كيف قلت اخواتي كنخليهم حتى كي يقبطوا في ريوسهم واحد شوي ومن بعد كنبقى نقلب فيهم ما تخليهم شي طيبوا على جيهة واحدة حتى كي حتى كيتحمروا كنسوس الفائد من الزيت بهذا الحركة هذي او كنفضل فائد من الزيت كيتقطروا شوفوا معي ما كتتحل حتى شي وحدة كلهم كي يجيوا عندهم واحد لون موحد شوفوا معي حتى غاديينسى لأخواتي شوفوا معي كنعمرهم من زيان بالعسل وغادي نشوفوا معي كيفاش كنخليهم باش كي يخدوا واحد اللونه في نفس الوقت غادي نغطيهم يعني نخليهم معمرين في العسل ديالهم نكمل انا ما تبقى في القليل ديال ديال السيجار مع البريوات وهنا يا هاد الخطوة اخواتي والا بالتمنها نخليهم في العسل كيف قلت اطول وقت ممكن ممكن صيبهم في العشية في الصباح عفوانو نخليهم احتى العشية ممكن يباتوا ليلة كاملة انا خليتهم باتوا ليلة كاملة في العسل وباش يكونوا كاملين مغمورين يعني في العسل غادي ناخدوا واحد طبيصل صافيو غادي نحطوه من الفوق باش هكما يبقوش ركما عارفين كي يطلعوا شوية للفوق حتى هادوك اللي الفوق يكونوا عامرين بالعسل هادا بحليلك يتقل عليهم صافيو غادي نخليهم حتى اليوم الثاني هادا بحلي وكندوز باش تنسقطرهم كيلو ديال لوز كيخرج ما شاء الله كمية معقولة اخواتي تقسمت معكم مجموعة من المعسلات في هادا يعني ضمن تحضيرات رمضان صيبنا مع بعضياتنا الشبكية صيبنا مع بعضياتنا دي سيجار ديال كوكاو بواحد المدق اللي هو خطير اخواتي انصحكم بالتجربة بنسبة الاخوات اللي باقين ما صايبوش او لا اللي باقين ما شافوش بواحد الاضافة اللي حصريه اعطته لدو مدق واللي دقو معرفش بانه كوكاو يعني بصراحة مدق جد مميز تقسمت معاكم شكيلات او المعسلات اللي مختلفين وهنا يحتغد ينسقطرهم كاملين اخواتي وكيكون هادا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما زينتهم هنا هادو البريوات صيبتوا حد كمية قليلة من البريوات شوفوا معايا كيفاش كيكونوا صغورين ولدادين انصحكم اخواتي بالتجربة اللي بقى ما صايباتش المعسلات هادي معسله من المعسلات اللي ضيفوها القائمة الوصفات ديالكم شي حاجا بلدية غزالة بغيوها تكون حاضرة ان شاء الله في المائدة رمضانية قوموا بطريقة العقدة اللوز ناجحة بجميع المقاييس قسمت معكم اشتركوا خطوات لكي نجحوا لكم هذه العقدة رشيت لهم شوية ديال بيستا شوية ديال الورد البلدي ممكن نزينوهم شوية ديال ايزاموند افلي وهذه هي المعسلة ديالنا بشكل مختلف نبدل شوية من دوك القنينطات اللي كيكونوا مبرومين كنتمنى اخواتي الفيديو ديال يومي كنا استحسانكم وتكونوا استفدتوا معايا فيه لقيتوا افكار اللي فادتكم او لا شي فكرة واللي عجبتها او اللي لقيت شي فكرة فادتها معليها الا تخلي لي واحد لايك وتعليق مشكورة هذا من باب تشجيع اخواتي واللي ما كتكتبش تخلي وريضة 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 ولا قليب وبصحتكم ورحتكم نتلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله